مناخ شبه الجزيرة العربية مميزاته والعوامل المؤثرة فيه الحمد لله ما أجمل مناخ اليوم على عكس مناخ الأمس فقد كان مناخا قاسيا ولكنك تتحدثين عن اليوم وكأنه عاما ماذا تقصدين يا أمي؟ أقصد أن ما تتحدثين عنه وتشعرين بتحسنه هو الطقس وليس المناخ وهل هناك فرق بينهما؟ بالطبع فالمناخ وصف حالة الجو خلال فترة زمنية طويلة كفصل أو سنة أو عدة سنوات والطقس وصف حالة الجو خلال فترة زمنية قصيرة كعدة ساعات أو يوم إذن يمكننا وصف طقس اليوم بأنه معتدل كما يمكننا وصف مناخ بلادنا بأنه مناخ صحراوي أليس كذلك؟ بلى لكن هذا المناخ الصحراوي ليس له أي مميزات من قال ذلك؟ فالمناخ الصحراوي له ميزتان أولاً الحرارة فأراضي شبه الجزيرة العربية تقع ضمن المنطقة الحارة بسبب مرور مدار السرطان ببعض دولها ولكني ألاحظ ارتفاع درجات الحرارة في وطننا في فصل الصيف عنه في فصل الشتاء ملاحظة دقيقة ففي الصيف ترتفع درجة الحرارة على معظم الجهات مع عدى المناطق الجبلية فهي معتدلة كمرتفعات الحجاز واليمن وفي الشتاء تنخفض درجة الحرارة على معظم الجهات مع عدى المناطق الساحلية فهي دافئة كالمدن المطلة على ساحل الخليج العربي مثل الدمام والمطلة على ساحل البحر الأحمر كجدة وينبع وماذا عن الميزة الثانية؟ إنها الرياح والأمطار فشبه جزيرة العربي تتعرض إلى رياح صيفية تهب من الجهات الجنوبية الغربية وتسقط أمطارها على المرتفعات الجنوبية الغربية وتتعرض أيضا لرياح شتوية تهب من الجهات الشمالية الغربية وتسقط أنطارها على معظم أراضي شبه جزيرة العرب وهناك أيضا رياح تهب طوال العام من الجهات الشمالية الشرقية ولكن بلادنا من المناطق الصحراوية ألا يؤثر ذلك على مناخنا المميز يا أمي؟ معك حق فهناك عوامل مؤثرة في مناخ شبه جزيرة العرب أولها التضاريس حيث تؤثر التضاريس على مناخ شبه جزيرة العرب فمثلا الجبال تعمل على خفض درجة الحرارة في المناطق الواقعة فيها ثانيهما الموقع بالنسبة لدوائر العرض إذ تزداد الحرارة كلما اقتربنا من خط الاستواء وتنخفض كلما ابتعدنا عنه وماذا عن المسطحات المائية؟ فأنا أشعر دوما بأن المناخ بها رائع إنها العامل الثالث وهو القرب والبعد عن المسطحات المائية إذ يقتصر تأثير المسطحات المائية على السواحل القريبة منها وتعمل على زيادة الرطوبة وتلطيف درجة الحرارة صيفا هل فهمت الآن مزايا مناخ شبه الجزيرة العربية؟ نعم يا أمي وأحمد الله على نعمه الكثيرة التي أنعم بها على وطننا وشبه الجزيرة العربية بأكملها إذن ما رأيك بتلخيص ما تعلمته اليوم؟ خلاصة ما تعلمناه اليوم الفرق بين المناخ والطقس المناخ وصف حالة الجو خلال فترة زمنية طويلة كفصل أو سنة أو عدة سنوات الطقس وصف حالة الجو خلال فترة زمنية قصيرة كعدة ساعات أو يوم صفة مناخ شبه الجزيرة العربية ومميزاته الحرارة الرياح والأمطار العوامل المؤثرة في مناخ شبه جزيرة العرب التضاريس الموقع بالنسبة لدوائر العرض القرب والبعد عن المسطحات المائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر